نجي لموضوع النماذج الفنية المتوسطات قلنا أول متوسط نفس إعداد المؤشر ثاني متوسط ثلث إعدادات المؤشر النماذج الفنية إحنا غالبنا عارفين الرأس والكتفين الإيجابي الرأس والكتفين السلبي الدبل توب والدبل بوتوم هذه نماذج فنية موجودة على السعر السؤال يعني كيف طريقة إضافة المتوسطات على المؤشر طيب بسيط الآن هذا مركز الرسمي البياني طيب هذا المؤشر موجود هنا كويس باجي هنا عند هذه الثلاث نقاط بضغط عليها بقول إضافة متوسط أختار أي متوسط أنقر علينا قرتين وأحط الإعداد اللي أنا أبغى وبرجع أيضا إضافة متوسط باختار أي متوسط وأنقر علينا قرتين وأضع الإعداد الثاني اللي أنا أبغى وأقدر أغير اللون أقدر أسوي اللي أبي واضحة الفكرة طيب على trading view كيف أضيف المتوسطات ببساطة بروح بضيف المتوسط على السعر بقوله كذا moving average نضاف على السعر هذا هو المتوسط صح باجي هنا بقوله move to existing pane below مجرد ما ضغط هنا هو بنزله لتحت الآن باجي على إعداداته بعد الإعداداته الإنبوت حقته مش من الclose اللي هو السورس وإنما من RSI وبضغط موافق خلاص صار على المؤشر واضحة الفكرة الآن النماذج الفنية نفسها تظهر على المؤشر نشتغل عليها بنفس الطريقة المؤشر ممكن يشكل لي رأسه كتفين لاحظين متى أدخل بنية سوق اختراق بنية السوق عند خط العنق بدخل شراء طيب نموذج ثاني دبل بوتوم متى أدخل بنية سوق أقدر أدخل هنا أقدر أدخل هنا وأقدر أدخل بعد انتهاء إعادة الاختبار كل الحالات مناسبة للدخل نموذج ثالث عندي وتد صاعد المفروض أنه هذا نموذج سلبي لأنه ما جالس يمتد بنفس الطريقة اللي كان ماشي فيها يعني ما عندي قناة متوازيط الأضلاء وإنما اللي جالس يحصل هو انضغاط بالحركة هذه الحركة سلبية كسر هنا عند الكسر إعادة اختبار بدخل بها واضح الفكرة طيب أنا ما أدري إذا نسويها طيب هذا مش وتد صاعد سلبي كسرت عادة اختبار نبط طيب إيش في عندنا أيضا أنا أتمنى أنكم تجربون التطبيقات وترسلوا لي ما عندي مشكلة يعني أراجع أي تطبيقات بس علشان ما نضيع وقت الإخوان هذا مش double button اختراق خط العنق في المنطقة هذه راح أنزل التسجيل إن شاء الله بكل وسائل التواصل اللي موجودة راح أنزل التسجيل إن شاء الله طيب هذا مش رأس كتفين سلبي كسرت خط العنق واضحة الفكرة جميل طيب نجي لحاجة قبل ما أتكلم على المؤشر المعدل منظومة التداول اللي أنا شخصياً بشتغل عليها تتألف من أربع عناصر الزمن السيولة المكان والهدف الهدف اللي هو السعر هذا السعر لاحظ أن كل الأسهم تؤثر فيه كل العناصر الباقية تؤثر فيه هو لا يؤثر بأي عنصر من العناصر الثلاثة الباقية بينما العناصر الثلاثة الباقية تؤثر ببعضها يعني بمعنى إذا كان متبقي عندي زمن للصعود وكنت بعرف أنا أحلل تحليل زمني وجدت أنه في عندي زمن متبقي للصعود وكنت في مكان جيد إما عند خط اتجاه صاعد أو عند دعم ودخلت سيولة تدعم الصعود فالنتيجة الحتمية هي الوصول للهدف لذلك السعر اللي كل الناس تناظره هو متأثر وليس مؤثر إذا أنا اشتغلت على هذه العناصر فأنا بإذن الله سأخرج بأرباح جميلة